سبع سنين هاي 14 عيد لا هو وياه ولا أنا وياه ياش يا رباني يجانا ماشي بعد مني ياش يا ربو يجانا أكثر من 730 مفقودا لدى أهالي الصقلاوية بمحافظة الأنبار خلال معارك استعادة مناطقهم من داعش ما تزال الأخبار عن مصيرهم مجهولا وما تزال عوائلهم تأن فالغياب يشمل جميع الرجال في المنزل ولا صوت يعلو فوق صوت النساء هنا أنا تسحى ويلادي تسحى ولدي مغيبين أنفقدهم تحريص صقلاوية وما أعرف مصيرهم لحد الآن زوجاتهم واطفالهم ينتظرونهم ونرجو من الله من الحكومة يبحثون عن ويلادنا يشوفون مصير المغيبين بس يشوفونه متعبنا احنا تعبنا وين نروح بعد ولدي اثنين يهدانهم مفقودين واثنين يفقروا بيوتهم يعني هاي مصيبة لا مو مصيبة الوادي مبيش تعيش اللي عندها هالسرات بي الله مدبر عيش الجهالة بيش ابني بيته ويقعد هسا قاعدين احنا خمس عوائل ببيت واحد ما يصيري شيئانا ناس كتلت ناس بالتزامن مع اليوم الدولي للاختفاء القصري تسعى هذه العائلات إلى إيصال معاناتها القاسية للحكومة العراقية التي لم تحرك ساكنا منذ اختفاء مغيبية الصقلاوية في الأنبار منذ سبعة أعوام الحكومة قدمت قدمت لنا سمات قدمت لنا دهر قدمت لنا سودي كنش ما قدمت لنا لو صدق حكومة طلعت الزلم كنش ما علي خليطعوا لنا الزلم الحكومة الصحيحة خليطلع الزلم محكومة والله محكومة سبع سنين هاي 14 عيد لا هو وياه ولا أنا وياه ياشي رباني جانا كلهما خدهم ليش أنا خالص غير مصدعش سنة ليش أبويا مو مات أريد آني أنا أريد أريد تكون عيد أفرع عيدة عيدة أريد تكون ما أستلم الشهادة أقول له هل شي ينطيني هذا أبويا يدفرع وياه ما سبع سنين ما شبع ثمانية ليش يا رب يجيبهم وما هدع يتحرك وما يجيبهم ما هدع يتحرك وتترقب عوائل المغيبين قرارا حكوميا يبعث في نفوسهم السرور حتى ولو بعودة شخص واحد يحمل صفة مغيب عائد من الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير